موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشاط الأخبار أهلا بكم بداية شنت قوة الاحتلال السهيوني ليلة الماضية وصباح الأربعاء حملة دهم وتفتيش واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تخلى لها إطلاق نار كثيف على منازل الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة مواطنين فلسطينيين كما اعتقلت تسعة آخرين وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال قامت بدعس شاب في بلدة زبابدة أثناء اقتحامها وأصابت آخر بالرصاص خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب الجنين فيما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين منهم أثيران محرران عقب اقتحام منزليهما وتم أيضا اعتقل شاب من حي رأس العمود بالقدس المحتلة وثلاثة شبان من مخيم الجلزون شمال رامالله وشبين من نابلوس أدانت الخارجية الجزائرية في بيان لها اقتحام الاحتلال الصهيوني ثلاثاء المسجد الأقصى المبارك وأوضحت الخارجية الجزائرية أن أحد المسؤولين في الكيان الصهيوني المحتل يقتحم المسجد الأقصى المبارك في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية وتحدي سافر لمشاعر المسلمين والمسيحيين عبر العالم وبهذا تدين الجزائر هذا التصرف وترفضه وتعتبره خطوة استفزازية تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته بيان الخارجية الجزائرية أضاف أن المخطط التوسعي الصهيوني يؤكد مرة أخرى حتمية توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني هذا وتدعو الجزائر مجلس الأمن الأممي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني كما أدانت تونس وموريتانيا بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير بحث المسجد الأقصى مشيرتين إلى أنه استفزاز صارخ لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين في العالم واستهتار بقرارات الشرعية الدولية مجددتين تضامنهما الكاملة مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي من أجل استرداد حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وزارة الخارجية تونسية دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني والتحرك السريع والفاعل للتصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة بحق فلسطين الخارجية الموريتانية في بيان لها أبدت رفضها الإجراءات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني المسجد الأقصى المبارك وكان من يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الكيان السهيوني إتمار بن غفير قد اقتحم ثلاثاء ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة أمنتها شرطة الاحتلال الخطوة وصفتها رئاسة الفلسطينية بالتحدي والاستفزاز الخطير لمشاعر الشعب الفلسطيني وللأمة العربية والمجتمع الدولي على عجل ومع سبق الإسرار والترصد نفذ الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير وعده الانتخابي لأنصاره باقتحام المسجد الأقصى بعيد أيام فقط من توليه وزارة الأمن القومي في حكومة الكيان الغاصب خطوة ما كان ليقدم عليها لو لموافقة ومباركة رأس حربة التطرف بن يمين نطنياهو الذي حاول تبرئة ساحته وساحة حكومته الهجينة بإعلانه رفض الخطوة ظاهرة وأن لعاقل أن يصدقه وبن غفير فعل فعلته تحت حراسة مشددة لم تكن متاحة له قبل الاستوزار حراسة كشفت وتوقيت الاقتحام بكورة رهبة كاملة في أفئدة الصهاينة من ردة فعل الفلسطينيين الذين تلقفوا الرسالة جيدا لعلمهم أن الأمر يتجاوز الاقتحام إلى تأسيس وترسيم مرحلة جديدة من المعركة أضحت فيها غايات اليمين المتطرف في تهويد الأقصى ودقسيمه زمانيا ومكانيا ومحوي كل ما يمت من رموزه للعروبة والإسلام أهدافا معلنة فبن غفير اليوم لا يقتصر تمثيله على شخصه وأمثاله من المتعصبين بل يتعداه إلى كل الكيان الذي خلع كل الأقنعة كاشفا عن وجهه القبيح قبح فعال ما عاد حتى أوثق حلفائه يتقبلها إذ عبرت الإدارة الأمريكية صراحة عن معارضتها أي خطوة تستهدف المساس بالوضع القائم في الأماكن المقدسة موقف قد لا يقدم ولا يؤخر في نظر من يحملون العرب المهرورين للتطبيع مسؤولية صفاقة وعنجهية الكيان المتزايدة ويعولون كل التعويل على انتفاضة فلسطينية ثالثة لا تختلف سياقاتها الحالية عن سياق سابقتها تنهي تضحيات الفلسطينيين فيها مستقبل بن غفير ونطنياه سياسيا وتلقي بهما إلى مزبلة التاريخ كما فعلت الانتفاضة الثانية قبلهما مع السفاح أريل شارون في أخبارنا الأخرى أكدت الأمنة والوطنية لجبهة البوليساريو رفضها أي مقاربة تهدف إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال البوليساريو في بيان توجه أشغال دورتها العادية الثامنة طالبة الاتحاد الإفريقي بالإسراع في إنهاء العدوان والاحتلال السافر المغربي بمنطق الرفض القاطع لأي مقاربة تهدف إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وببيان شديد اللهجة شددت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو على ضرورة تمسك الشعب الصحراوي الثابت بحقه في الدفاع عن نفسه وعن سيادته على أرضه وثرواته الطبيعية بكل الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلحة في الوقت الذي تجدد فيه الأمانة الوطنية استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لإنهاء الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية فإنها تؤكد على موقف ثابت في رفض أي مسعى أو مقاربة تهدف إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل لتصرفه وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال ولأن دور الاتحاد الافريقي هام وحاسم من خلال استخدام أوراق ضغط لفرض الاستفتاء بالصحراء الغربية طالبت الأمانة الوطنية لاتحاد بالإسراع في إنهاء حالة العدوان تطالب الأمانة الوطنية لاتحاد الافريقي بالإسراع في إنهاء حالة العدوان والاحتلال السافر الذي تتعرض له أراضي دولة عضو في المنظمة القارية هي الجمهورية الصحراوية من طرف دولة عضو أخرى هي المملكة المغربية واتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة ضد هذه الأخيرة ومثل ما وثقت تاريخ مصير كل استعمار بالزوال أكدت جبهة البوليساريو بأن سنة 2023 ستكون سنة التصعيد الشامل لضحر الاحتلال المغربي وتكريس سيادة الدولة الصحراوية إنها مرحلة جديدة تتضلب نقلة نوعية شاملة لمواجهة التحديات الكبيرة والمتزايدة والتصدي لمؤامرات العدوي ومناوراته وتعنته حتى تكون 2023 سنة المؤتمر السادس عشر للجبهة وسنة الذكرى الخمسين لميلاد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب واندلاع الكفاح المسلح هي كذلك سنة التصعيد الشامل لضحر الاحتلال وتكريس سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني في ظل اتساع رقعة الدعم الذي تحضى به القضية الصحراوية دولياً أمام السقطات الدبلوماسية المغربية المتتالية تخسر الرباط يوماً بعد يوم السيادة المزعومة على الأراضي الصحراوية فمآل القضية تقرير المصير والاستقلال يقول الشعب الصحراوية أكدت هكذا تتوالى فضائح المغرب المدوية بالبرلمان الأوروبي تسريبات جديدة من أروقة البرلمان الأوروبي تميط الليثامة عن شبكة فساد واسعة يرعاها القصر الملكي بالمغرب بمساندة بعض المقربين من حاشية الملك آخر الخيوط التي كشفت عنها مانون أوبلي رئيس بالمناصفة لطيار اليسار بالبرلمان الأوروبي في تصريحات تؤكد أن الفساد الذي قادته المخابرات المغربية استهدف عدداً هاماً من النواب وما تم الكشف عنه حتى الآن لا يتعدى قاطرة في بحر فساد عميق الأمر يتعلق بشبكة فساد يبدو أنها انطلقت بداية من المغرب ومن المحتمل أنها استهدفت عدداً معتبراً من النواب الأوروبيين ما جعل المجموعات السياسية الأخرى تتردد في معالجة هذه المسألة ريشاً بملايين اليوروهات دفعها المغرب لشريحة واسعة من النواب داخل الهيئة التشريعية الأوروبية مقابل كسب أصوات مؤيدة لأطروحته المزعومة في الصحراء الغربية المحتلة الأموال المتدفقة من المغرب نحو جيوب النواب الأوروبيين جعلت التحقيق في فضيحة الفساد يتباطئ كون الحيتيات تورط عدداً كبيراً من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي مؤسسات أوروبية أخرى تكون قد تعرضت للرشا من خلال شبكة من شخصيات المؤثرة بينهم أعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي عمليات الفساد تمت تحت الإشراف الشخصي لمحمد بلحرش ضابط في المديرية العامة للدراسة وثوثيقة واحد من أبرز وجوه المخابرات في المغرب بالتعاون مع السفير المغربي في بولندا عبد الرحيم أتمونة الذي اجتمع عدة مرات مع أنتونيو بانزيري العضو السابق في البرلمان الأوروبي والنائب السابق لرئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي في كل من بروكسل وورسو الشخصيات المستهدفة من طرف المخابرات المغربية لا تمثل سوى عناصر قليلة من عملية الرشا التي قدمها المغرب في عدة مؤسسات أوروبية بحسب وثائق كشف عنها التحقيق السري في شكل تغطية تكاليف إقامة كلية لعائلة بانزيري المتورط في قضية الفساد في أحد أفخم الفنادق في مراكج خلال احتفالات رأس السنة الحالية فيما لأعلنت السلطات الأربعاء عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخر في هجوم مسلحين استهدف مركزا للإسعافات الأولية في منطقة ماركا كونجو في جنوب شرق البلاد وأوضح نائبه والمدير العام للحماية المدنية دراماني ديالو أن الهجوم أسفر عن سقوط خمسة قتلى مشيلا إلى أن قوة الدفاع والأم تتخذ كل الإجراءات للبحث عن مرتكب هذا العمل الدنيئ وتحديد هويتهم واعتقالهم لقي عشرة مدنيين على الأقل حتفهم وعصيب آخرون الأربعاء إثر تفجيرين انتحاريين في منطقة مهاس بإقليم هيران وسط الصومال وقال مسؤول الأمن المحلي عبدالله الدان إن الإرهابيين هاجموا بلدة مهاس هذا الصواح مستخدمين مركبتين مفخختين واستهدفوا منطقة مدنية مؤكدا أن عشرة مدنيين قتلوا في الانفجارين وفيما تبنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة المسؤولية عن التفجير تكثف السلطات عملياتها أو الحكومة الصومالية في الفترة الآخرة عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة طلبت السلطات الانتقالية في بوركينفاسو من سفير فرنسا في وقادوغو مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن وأكد المتحدث باسم الحكومة البركينفية جون إيمانوال لويد راوغو أن سفير باريس لوك هالادي لم يعد محاورا موثوقا به بعدما وصف الأزمة الأمنية في البلاد بحرب أهلية في محادثات مع نواب فرنسيين وباية السفير باريس في وقادوغو شخصا غير مرهوب به ترسم الأوضاع نفسها هنا فما مضى ينبئ بما هوات قبل أسبوعين كانت بربرا منزي المنصقة الإنسانية للأمم المتحدة أول مغادر واليوم يأتي الدور على اللوك هالدي السفير الفرنسي يؤكد المتحدث باسم الحكومة البركينفية جون إيمانوال لويد راوغو أن سفير باريس لم يعد محاورا موثوقا به بعد وصفه الأزمة الأمنية في البلاد خلال محادثات مع نواب فرنسيين بالحرب الأهلية والثقة حين تفقد تصير ترابة المسار كان واضحا أن باريس وواجادوغو لن يلتقي أو بالأحرى أن طريقهما نحو الوثاقي ليس واحدة قبل شهر أو أقل بقليل يعلق بث إذاعة فرنسا الدولية في بوركينفاسو قرار أسندته الحكومة حينها إلى نقل الإذاعة الفرنسية رسالة ترهيب منصوبة إلى زعيم إرهابي ترمي إلى الوقوف عثارة أمام دفاع المواطنين البوركينابيين عن بلدهم ضمن ما أطلق عليها مجموعة متطوعي الدفاع عن الوطن بل كانت الحجة أعمق من ذلك فإذاعة أرفي تضيف الحكومة أنها نقلت معلومات مضللة تفيد بتعرض الرئيس الانتقالي الحالي إبراهيم تروري لمحاولة انقلاب حال شبيه كانت الجارة باماكو قد عاشته خلال الشهور الماضية بإعلانها ترد سفير باريس لديها ثم توقعها طلاقاً عسكرياً مع قوات برخان وتاكوبا وانتهاءاً بإعلان باريس نهاية مهمة قواتها في الساحل تطورات متتابعة وسياقات متشابهة تشيب أن فرنسا لم تعد مرغوباً بها في بوركينافاسو ومالي والساحل وفي القرة صمرأ بمجملها هكذا تصيح هذه الحناجر بالشوارع والطرقات أكد وزير الخارجية التركي ملود تشويج أوغلو أنه سيجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد في النصف الثاني من الشهر الجري موضحاً رغبة دمشق في التعاون مع أنقرة لعودة السوريين من تركيا إلى سوريا وأضاف وزير الخارجية أنه سيتم لاحقاً تقييم إمكانية لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد هذا والتقى أوغلو في أنقرة بمن يعرف برئيس الإتلاف الوطني السوري المعارض سالم المصلت بحضور رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس أرجأ مجلس والنواب الأمريكي جلسة انتخاب رئيس له حتى صباح الأربعاء بعد ثلاث جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حجد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفين ماكارثي رئيساً للمجلس في سابقة منذ مئة عام في سابقة لم تحصل في البلاد منذ مئة عام يفشل زعيم أغلبية جمهورية في الفوز بانتخابات رئاسة مجلس النواب الأمريكي نتيجة خلافات داخل الكتلة رغم حرارة التسفيق هذه لم يتمكن كيفين ماكارثي خلال ثلاث جولات من حصد الأصوات الكافية للفوز برئاسة المجلس ما ينم عن أزمة عميقة داخل معسكر الجمهوريين أخذ العديد من النواب أموال كيفين ماكارثي من أجل انتخابهم والآن لا يريد بعضهم دعمه ليكون رئيساً لمجلس النواب أنا غاضبة جداً المحفظون داخل حزب الجمهوريين ليسوا مثاليين أيضاً النائب عن ولاية كاليفورنيا لم يفلح في إقناع مجموعات من زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب باتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي فماكارثي برأيهم معتدل أكثر مما ينبغي ويحتاج انتخاب رئيس مجلس النواب بوصفه ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعض الرئيس ونائبه إلى أغلبية من 218 صوتاً وهي عتبة لم يتمكن مكارثي من بلوغها في انتظار جلسة الأربعاء لإفساح المجال لمفاوضات خلف الكواليس ورغم أن هامش المناورة لديه بات محدوداً إلا أنه لا يوجد حالياً أي منافس جدي لمكارثي باستثناء النائب عن أوهايو جيم جوردن المطروح كبديل المحتمل سبق للجمهوريين أن تعهدوا إثر فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب باستخدام قوتهم التشريعية هذه لإطلاق سلسلة تحقيقات بشأن إدارة الرئيس جو بايدن لكن قبل أن يشنوا ما توصف بالحرب على الرئيس الديمقراطي يتعين عليهم الاتفاق أولاً على انتخاب رئيس لمجلس النواب قالت وزارة الدفاع الروسية ليلة الثلاثاء إلى الأربعة إن عدد القتل من الجنود الروس في ماكيفكا ارتفع إلى تسعة وثمانين جندياً وأضافت الوزارة في بيان لها أن من ضمن القتل نتيجة الضرب الأوكرانية على ماكيفكا نائب قائد الفوج وأكدت الدفاع الروسية أن الجيش الروسي ضمر قاذفة هي مارس استخدمتها القوات الأوكرانية لقصف الجنود مشيرة إلى أن السبب الرئيس لما وصفته بالمأساة يتمثل في الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة من قبل الأفراد رغم حظر ذلك مبرزة أن هذا العامل سمح للعدو بتحديد إحداثيات مواقع العسكريين وتوجيه الضربة الصاروخية في خبر آخر تستعد مدينة الباهية وهران غربي الجزائر لاحتضان مباريات بطولة أمم أفريقيا لللاعبين المحليين 2022 التي تستضيفها الجزائر من الثالث عشر جنفير إلى الرابع ففري المقبل حيث سيكون ملعب وهران الأولمبي واحدا من سلاسل الشان بعد أن شهد الصائف الماضية على النجاح المبهر للجزائر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بصمة الرياضة وأيقونة للرياضة نافذة على المستقبل بالقاعدة المتينة للماضي القريب ملعب وهران الأولمبي الجديد صرح متكامل وجوهرة رياضية بامتياز لمدينة الباهية وهران غربي الجزائر التي سبق لها أن تميزت بشهادة البعيد قبل القريب من خلال تقديم واحدة من أحسن نسخ ألعاب البحر الأبيض المتوسط إن لم تكن الأحسن على الإطلاق الملعب التابع لمركب ميلود هدفي التسع لأربعين ألف متفرج سيكون أحد السلاسل بطولة أمم أفريقيا للمحليين التي تستضيفها الجزائر بين الثالث عشر جنفي والرابع ففري المقبل من خلال استقبال أكبر عدد من مباراية الشار بمجموعة عشر مباريات سبعة منها ستكون ضمن الدور التمهيد للمجموعتين الرابعة والخامسة بل إضافة إلى مباراة في ربع نهائي وأخرى في نصف نهائي ولقاء تحديدي المركز الثالث منشأة بمواصفات عالمية وبأرضية ميدان معشوشبة طبيعيا تمتاز بنظام سقي عصري مربوط بمحطة الأرصاد الجوية لتكييف المعطيات أوتوماتيكيا في تقنية استخدمت لأول مرة في ملاعب القارة السمراء الصرح الرياضي مزواد أيضا بكاميرات مراقبة عالية الدقة وأربعة مراكز حراسة ومرأب للسيارات بسعة 1500 سيارة بعيدا عن الملعب الوفود التي ستكون بالباهية ستجد مدينة شاسعة واسعة بمناطقها السياحية والثقافية المميزة سحر وهران أثر يبقى ولا ينسى هي مدينة تعود لتكون قلبا نابضا للشان البروف المصغرة من كاس إفريقيا ويبقى الهدف الأسمى هو تعبيد طريق نحو فوز الجزائر بشرف تنظيم كان الفيني وخمسة وعشرين شهدت الصحراء والجزائرية توافدا قياسيا للسياح الأجانب خلال احتفالات رأس السنة مع تجاوز عدد السياح الذين توافدوا خلال الأشهر الأخيرة ألف سائح من ضمنهم ألف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات هنا وفي هذه الجنة الساحرة وقع الأجانب في حب الجزائر كيف لا وهي تحتضن أجمل المناظر الطبيعية في العالم صحراء الجزائر الخلابة كان لها هذه المرة الاستثناء بعد تدفق الكبير لسياح الأجانب والجزائريين الذين فضلوا قضاء عطلة نهاية السنة بعروس التصيلي حركية كبيرة في النشاط السياحي شهدتها تغيد بتوافد 2728 سائحا من بينهم ألف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات كان من الصعب الصعود لكن في العلو رأينا منظرا رائعا لقد كانت تجربة التسلق فريدة جدا من نوعها وأعتقد أن معظم الناس ليس لديهم الفرصة لخوض تجربة الصحراء الجزائرية وإنه الأمر محزن بالفعل لذا آملوا في أن يحظى المزيد من الناس على فرصة المجيء إلى الجزائري وإلى تاريث نجاح موسم السياحة الصحراوية في مؤشراته الأولى ثمرة سلسلة الإجراءات المتواصلة التي اتخذتها السلطات الجزائرية بهدف تعزيز السياحة الصحراوية على غرار تسهيل إجراءات منح تأشيرة السياحية إلى جانب فتح خطوط جوية مباشرة بين مدن أوروبية وأحواض سياحة في أقصى جنوب الجزائر أنا سعيد جدا لتواجدي هنا في الجزائر لأرى كل هذا الجمال ومن المفرح أنني هنا للمرة الثانية لدينا تجربة رائعة لاستكشاف هذا البلد وهذا أمر رائع لي ولجميع أصدقائي من كرواتيا سعيد جدا للتنظيم البثالي وكل شيء صار على ما يرم نتطلع أكثر لاكتشاف مناطق أخرى في الجزائر إذا كنت مثلي معجب بهذه البانوراما المتواجدة أمامي ستفهم لماذا يجب عليك المجيء واكتشاف الجزائر الساحرة في الواقع إنها أرض شاسعة صحراءها لا تصدق إنها رائعة مليئة بالمفاجآت لا يزال الكثير والمزيد لنكتشفه أعتقد أنه من خلال رؤية قرى كهذه مع أشخاص يعيشون بكل أصالتهم هنا حتما ستقع في حب الجزائر سحراء الجزائر الشاسعة لوحة فنية ساحرة تروي حكايات آلاف السنين التي مرت على المنطقة وتشعر في قلب كل منظرها لوحة العودة إليها من جديد انتهت النشرة شكرا لكم تبقى الرابط الإلكتروني للقناة في الخدمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر